اشتركوا في القناة السلام عليكم اهلين فيكم في فيديو جليد اليوم سنستعرض معكم LiOS 14.3 كبداية قبل نزلت LiOS 14 للآيفونات كلها التي تدعم LiOS أو البيتة طبعاً نزلت LiBadOS 14.3 ونزلت LiOS 7.2 البيتة الثالث وكمان LiOS 14.3 البيتة الثالث جميع الجهزة هذه نزلت لهم بيتة أو نسخة للمطورين لو نخشها الآن ونرى كم حجم البيتة هذا أنا ممكنت على LiOS 14.3 البيتة الأول نزل حجم البيتة الثالث 216.5 ميجا فيعتبر ما في شي قوي أو ما في تحسنات جديدة في البيتة هذا أو ما في ميزات فنرى كبداية نخش العديدات عام فلو نرى الآن النسخة هذه النسخة الثالثة البيتة الثالثة 3103.4 الآن 1 3103.5 فيعتبر تغيير بعض الأشخاص واجههم مشاكل في 5G نرى قدام معاكم أنا بالنسبة لي لم واجهتني مشاكل لكن يمكن حلوا هذه المشاكل بعض الأشخاص اللي واجهوا هذه المشكلة لازم نجرب النسخة هذه ثلاث أيام أربع أيام ونرى أخبار هل يقول لك في مشاكل أو لا لحق الأشخاص اللي واجهوا هذه المشاكل كأوبر اول النسخة ما فيها شيء جربت إلى الآن تقريباً فوق التسع ساعات من نزلتها ما فيها شيء جديد كالنسخة الثالثة النسخة الثانية والأولى فيها ميزات فلتتوقع أن 14.2 ما سيكون فيه ميزات لك خصنت إذا كنت عندك الآيفون 12 Pro و 12 Pro Max سينزل عندك وابل فتنس وابل فتنس بلس ستنزل لنهاية السنة فأتوقع النسخة القادمة يتنقص بدلاًا أن البنت فأتوقع النسخة أو يكون النسخة النهائية ستنزل فيها جميع الميزات الأسبوع القادم أو بالكثير الأسبوع وابل لم تتحدث عن الشرايا إذا كانت شريحتين تستطيع تشغيل واحدة 5G إلى الآن لم تتحدث وابل وعدت أو بالعربي فرايزون هنا عندنا اهلم سوي مع أبل في المؤتمر ويتكلمون عن 5G و 5G ففرايزون تتحدث عن نهاية السنة ستدعم الشريحتين تتركب شريحتين شريحتين العادية والإسم وستطيع تشغيل واحدة منهم 5G إلى الآن لم تعدل وإلى الآن، الى النسخة قبل النهائية و100% هذه النسخة التي ستنزل للكل لonalبد فيها دعم because the HZ وبال 이유 ولكن غير drastic فأنا دخل معكم لذلك نسخة الثالثة الآن هذه الأرقام فليس أفضل من النسخة التي ذهبت لكن ليس أرقام تعتبر طائحة النسخة التي ذهبتها 6.5 ويقومة لكن بيتا وضع النسخة التي ذهبتها فالحكم على جي بيو والسي بيو والأشياء هي الحكم على النسخة النهائية ونقرنها بالنسخة النهائية لا تستطيعها من البيتا لو نرى برضو Geekbench نرى السي بيو مثل ما نرى فوق هذا النسخة الثانية وهذا النسخة الثالثة في الملتي كور كان عندي 4.2.8.1 4.2.5.8 لا يعتبر في فرق في السنجل كور أو النواة الواحدة يعطاني 1.5.9.5 الآن 1.5.9.6 لا يعتبر في فرق هنا النسخة الثانية 9.4.9.5 الآن 9.3.1.2 في دروب شوي لكن مثل ما قلت لكم هذه النسخة ليس نهائية بعض الأشخاص يقولون لي ما الميزات أول ما حطت البوست كل ما سأسلوني وش اللي المنيزات ومتى ستنزل أنا أعطيكم تلميح أو أعطيكم بوست أن نزلت النسخة لكن لازم أجربها وأتكلم عنها الآن وأقول لكم متى نتوقع أنها ستنزل ما في شيء 100% بس لو نرجع السنة واحدة السنة اللي راحت قبل نزلت الـ IOS 13.3 البيت الرابع في 5 ديسمبر طبعا 5 ديسمبر سنقابل لكن ليس في الويكند لكن على اختلاف السنوات والأيام والـ 13.3 نفسها نزلت للكل اليوم 10 ديسمبر في أسبوع القادم يمكن تنزل نسخة ثانية أو النسخة النهائية يكون في البداية مثلا إذا كان لا يوجد مشاكل الآن قبل تنتظر يومين ثلاثة أيام أشخاص يكلمونها ويرسلون لها في الـ Feedback البرنامج إذا كان هناك مشاكل عشان لا تنزلها وتنزل نسخة ثانية مثلا وإذا لم يوجد مشاكل ستنزل نسخة الـ Gold تنزلها هنا للمطورين وعلى نهاية أسبوع تنزلها للكل أو بالكثير أسبوع اللي بعد بالكثير أسبوع اللي بعد الأسبوعين اللي تحت هنا خصصا من 26 ديسمبر إلى 21 ديسمبر هنا تكون إجازة عند مريثيا تقريبا كلها فقبل ما ستنزل شيء هنا إلا الشيء اللي مثلا اخترب الجهاز فيه أشخاص توهقوا كل شيء تنزل شيء يعني مثل ما نقول شيء أو شيء تنزل لكن كبيتا أو هذه الأشياء ما ستنزل شيء هنا هنا كريسماس ونيوينير والأشياء فما ستنزل شيء فبالكثير أسبوع القادم أو أسبوع اللي بعد أو بداية الأسبوع فأنا أقول سبعني القادمين النسخة راح تنزل للكل فهذه الأشياء كلها وهذا انطباع للنسخة اللي راحت كانت عندي مشاكل فيها وسويت لكم انطباعي بعد أربع يوم بعد سبوع استخدام النسخة اللي راحت عندي مشاكل قوية أول حاجة تكلمت عنه وكلمت قبل في الفيدباك رسلتهم في الفيدباك عندي تعليق هنا في الكاميرا مثلا أنا زومت كذا وشيء صغير بحطه وأوخر تلعب الكاميرا الآن حلت الحمد لله في الخروج كان عندي تعليق مرة وكتكلمت لكم عنه عند الجسة أطلع حيانا ما يطلع يفتح لي كذا يعني فاتح البرنامج يطلع منه لا يعلق يفتح لي كذا كأنني مش ساحبة كلش أو مش طلع من البرنامج هذا كانت المشكلة اللي عندي مشاكل الثاني بطارية عندي ممتازة ما فيها شيء عندي الاس ام اس في النسخة اللي راحت ما تكلمت لكم عنها لأن ما اكتشفتها لآخر ثلاثة واربع أيام أشخاص يرسلوني في الاس ام اس ما يجيني تنبيه ما يجيني أي شيء يجيني شعار كذا في النهاية يعني طيب أنا مشكل الإشعارات لم يجيني تنبيه بره ما أدري فقط يجيني كذا أحيانا أشخاص يكلموني ما يجيني في الشاشة برضه بس يجيني هنا وإن شاء الله تحلت هنا لازم أرى أربع أيام خمسة أيام في الاستخدام وأرى هل نحلت ولم نحلت مشكلة الإشعارات برنامج الرسائل فهذه الكلام كله اللي قلت لكم عنه في الجهاز الايفون 12 وبرو ميكس على النسخة هذه اللي قلت لكم النسخة الثالثة القيك بنش والأشياء يكون اختلاف بينه وبين جهاز ثاني على حسب المعالج حقك على حسب الأشياء يعني مثلا إذا كان عندي ايفون 12 مستعرض لكم أو 12 مني ما سيكون فيه مثلا أبل وبرورة لأن أبل وبرورة فقط لأجهزة الايفون 12 وبرو وبرو ميكس الأشخاص يتكلموني ما سوف تنزل في الايفباد برو لا ما سوف تنزل تصوير هذه للأيفونات وانتظروني في فيديوهات قادمة بعد أربع يام خمسة ايام لا أرى الجهاز لأنني متخوف من شيء واحد بعض الأشخاص يتكلموني لأن عندهم مشاكل في البطارية في الايفونات الجديدة يعني الجديد تقولي عندك مشاكل في جهازك و جهازك ايفون 6S او ايفون 7 او ايفون 8 يجب أن تغير بطارية هناك ايفون 8 او ايفون 10 غير بطارية ايفون 6S مشاكل بطارية جهازك ودع جهازك مثل ما تقول تنعش جهازك عمور افتراضي لأي بطارية في العالم حتى بطارية السيارة بطارية الرموت بطارية الجوال اي بطارية فيها عمور افتراضي يجب أن تختار ويسخن الجهاز هنا لا يوجد شيء لا يوجد مشاكل بعض الأشخاص يقولون لك انه في الوضع السكرين أوف تايم عندهم دروب قوي في البطارية كأنك على استخدام الجهاز لمواجهة المشاكل الى الان فنشوف قدام ما عندهم بعض الأشخاص اللي تكلمون عن هذه المشكلة ما عندهم البيتا ما عندهم نسخة عادية فقبل لازم تسرح تنزل هذه النسخة تعدل في ذا المشكلة في الايفونات 12 اللي تكلموا الناس او تشوف لها حال تنزل نسخة نهائية او نسخة ثانية يعني في 14.2.2 مثلا ما ان الايفونات 12 عندهم 14.2.1 فتنزلهم 14.2.2 اذا ما راح تنزل هذه النسخة لكل خلال الايام القادمة فبس ففي نهاية الفيديو اسف على كنت طورت لكم الفيديو لكن حاولت اجاوب على كل شي ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك بالغناة واشتراك في حسابي سناب شات وتشرف بيضادتكم وعمل ليك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني من فضل دعاكم السلام عليكم